صحة وسعادة صباح الخير والنور والإشراق كان هناك إشراق في هذه الأجواء الجميلة المنطرة صباح الازدهار لدولتنا صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من انضم إلينا وكل عام والجميع في صحة وسعادة وطمأنينة وندعو الله ونحن نستهل حلقتنا الأولى في هذا العام الجديد أن يحقق لنا آمالنا وأحلامنا العامة والخاصة أهلا وبرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم العريقة إذاعة نور دبي هذا البرنامج الذي تطل عليه من خلاله هيئة الصحة لتفتح نافذة وبوابة على مؤسسات المجتمع وأفراده لتوجد لكم ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن طاقة من الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي ومن الإخراج للساد عيسى سبيل فلكم كل الأمنيات أعزاء المستمعين وأصدق التهاني بالعام الجديد وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم جميعا مستمعينا بمناسبة مرور عشرة أعوام على تولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد أهل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مقاليد الحكم في دبي يحتفل وطننا وشعبنا بهذه المناسبة التاريخية علينا والتي تعد بداية تحول في حياتنا ومرحلة جديدة على درب الإبداع والتميز والريادة وبهذه المناسبة أنقل لكم ما قاله معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي حيث قال معاليه أن الذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد براشد أهل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شؤون هذه المدينة العالمية العريقة مدينة دبي هي ذكرى عز وافتخار بقائد فذ صنع المستحيل في وطنه والسعادة في شعبه ومزج روح الإبداع بالإصرار في نفوس الباحثين عن الحياة الأفضل وعن المراكز الأولى التي أصبحت هي استحقاق كل مواطن في شتى المجالات وعلى الصعود كافة وأكد معالي أن مرور عقد من الزمان على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي يشير بوضوح إلى حجم ما تم إنجازه في وقت قياسي وفي سباق التحدي والإصرار على أن تكون دبي رئة العالم المتجددة والمتطورة بالإنسان الذي يعيش فيها مواطنا ومقيمة وبما تحققه من طفرات متلاحقة على صعيد التنافسية العالمية وبما نتباهى به كمواطنين من الوصول إلى صدارة العالم وطليعته في النمو والرقي والازدهار وذكر معالي القطامي أن الرابع من يناير من كل عام ذكرى تولي سموه حكم دبي سيظل هو يوم التدبر في فكر سموه ويوم التعلم الأول من مدرسة الريادة التي أسس لها فكانت دبي كما أراد لها هي الوجهة المثالية للاستثمار والنجاح وهي منصة الانطلاق إلى المستقبل بمفاهيم الإبداع وأدوات الابتكار التي استحدثها سموه لتكون هي خارطة العالم للتجدد والحداثة على مستوى العلوم والمعرفة التي اختصها سموه بفكره الثاقب وعلى المستوى الإنساني والخيري الذي حظي برعاية سموه الكريمة ليمتد كما امتدت حضارة دبي وتقدمها إلى بقاع الأرض كنموذج فريد لمدينة هي الأسرع نموا والأفضل للعيش الرغد والحياة وأكد معاليه أن هيئة الصحة بدبي بمجلس إدارتها وجميع موظفيها إذ تتقدم إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأسمى آيات التهاني والتبريكات على مرور عشر سنوات من السعادة عشر سنوات على سعادة دبي وريادتها العالمية فإنها تؤكد أنها تستلهم من فكر سموه مقومات النجاح والتميز وتستمد من توجهاته الكريمة العزيمة والإيرادة للوصول إلى مجتمع صحي آمن وسعيد من خلال استحداث خدمات صحية عالية الجودة تستند في تقديمها إلى أعلى درجات المهنية والاحترافية وأحدث التجهيزات والتطبيقات الذكية طيب مستمعينا كانت هذه كلمة معالي إحمد القطامي في الذكرى العاشرة لتولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلسه وزراء حاكم دبي رعاه الله مقاليد الحكمي في دبي أيضا ومع مطلع العام الجديد 2016 حقيقة كثرت الأخبار الصحية التي جاءت يعني أهم العنوين فيها تؤكد أن السجائر الإلكترونية ليست أقل خطرا من الاعتيادية وأن بخارها يسبب السرطان الخبر يقول مستمعين أن علماء جامعة كاليفورنيا تمكنوا من الحصول على مستخلص دخان السجائر الإلكترونية واختبروا تأثيره في خلايا الجسم في المختبر بيّنت نتائج الاختبار حدوث تمزق في الحمض النووي وموت الخلايا بسرعة كبيرة مقارنة بالخلايا التي لم تتعرض لمستخلص دخان السجائر الإلكترونية يعني تقول البروفيسورة جيسيكا فانغ من جامعة رودريغيس لقد أجرينا اختبارات نوعية عديدة عن تأثير هذا الدخان في الخلايا البشرية بيّنت نتائجها أن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من الاعتيادية على صحة الإنسان نسأل الله السلامة لكم جميعا مستمعين الكرام يعني بأمانة اللي يقول لك أن السجائر الإلكترونية ممكن تكون أفضل من السجائر العادية ترى الثنيناتهم يعني الواحد يحاول قدر المكان يبتعد عنهم لأنه مضرات لا شك أن مستوى اللياقة البدنية يعد من المؤشرات المهمة للصحة العامة التي نتمتع بها فإلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذا المؤشر لتقدير حالتنا الصحية ما هي السبل التي يوفرها مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للمتعاملين معه والمترددين عليه يعني من ناحية المحافظة على لياقة بدنية عالية وغير ذلك من الأمور المهمة التي يعني يسعدنا أن نتحدث عنها من خلال ضيفنا في عبر الهاتف أو ضيفتنا الأستاذة رانيا إلياس ممارس العلاج الطبيعي الأول في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل مرحبا دكتورة رانيا أهلا السلام عليكم وعليكم السلام يعني نحن انتقلنا من موضوع لموضوع آخر وهو الموضوع الخاص بممارسة العلاج الطبيعي الأول في مركز يعني ممارسة العلاج الطبيعي بشكل عام في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل طيب دكتورة يعني في البداية نود أن نتعرف منك على أكثر الفئات المترددة على المركز بالإجمال موجود كل الفئات العمرية بالمركز عندنا الكبار السن عندنا الشباب عندنا المتوسطين العمر وفي عندنا حتى قسم الأطفال نعم بس طبعا في عندنا حالات العصبية حالات العظام المفاصل بيختلف حسب كل شخص شو الإصابة اللي متضرر منه نعم طيب ساذة رانيا يعني بشكل عام المركز هو واحد من المراكز المتقدمة في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل يا ترى ما هي نوعية التجهيزات المتوفرة في هذا المركز في تجهيزات أنا طبعا مثل ما قلت عنها من أهم الحمد لله أنا من أهم التجهيزات اللي موجودة مش بس بالإمارات حتى يمكن بالعالم العربي وأخيرا وصلنا آلة جيو هي آلة تستعمل روبوت اللي هو بيساعد المريض الأشخاص اللي مش قادرين أنهم يمشوا منهم قادرين ما عندهم القدرة أو العضلات لأنهم يتحركوا أو أنهم يمشوا أنه بهذه الآلة بهذا الجهاز أنه يكون يحفز لهم العضلات على أن تتحرك أحسن ويساعدهم على الإحساس بالمشي بطريقة متطورة كثير وبظن هي بالشرق الأوسط هي هلأ من نحن الأوائل أنه عندنا هذه الآلة شرحي لي أكثر عنها السادة رانية بس تشرحي لي الآلة هي شو بالضبط يعني على أساس المستمعين شو يتخيلون معها هي الآلة الأشخاص اللي عندهم إعاقة أو عدم قدرة على الوقوف أو على المشي بتساعدهم عن طريق أكيد المعالج اللي هو بيقرر الحالة لأنه بتقدر يستفيد منه المريض مريض عن مريض في أشخاص ما بيقدروا يستفيدوا منه بس في أشخاص كثير اللي ما لن نقادرين أنهم يمشوا بمجلد ما أنه الأخصائي يقدر أو أنه طريق الفحص يعرف أنه هذا الشخص عنده قدرة أو عضلات معينين قادرين أنه نستعملهم عن طريق هذه الآلة اللي هي بيقدر يساعد المريض أنه عن طريق تثبيته على هذا الجهاز بيساعده على يحس هو مثل الربورت اللي فيه أقدام صحيح؟ هو تقريبا هيك كشفة إذا بدنا نتخيل الشخص بس هو أكتر بيجو الأرجل على الآلة وبيتثبت المناطق التانية من الجسم وبتساعد هذه الآلة هي بيبرمجها أكيد المعالج المختص بيبرمجها على أنه تساعد المريض أنه حركات المشي اللي هي بتأهله تحتى يرجع يقدر يوقف على الأرض ويمشي مثل الأشخاص العادية جميل أنا ما أدري يعني إذا دكتورة إذا تذكرين مسلسل كرتوني عدنان ولينا ونفس الجهاز اللي كان يستخدمه كابت النهام أخي يمكن عموما دكتورة بس أنا آخر سؤال عندي لتشياتورة بشكل عام يعني كيف يمكن لنا أن نحافظ على صحة ولياقة بدنية عالية باختصار دكتورة أهم النصائح اللي تبغي أن توجهناها للمستمعين أهم النصائح للمحافظة على لايقة بدنية أول شيء يعني يلي ما بيبتدي من نعام الرياضة أبداً بحياته ومن نمدخلها لحياته يبتدي على الخفيف إذا عنده مشاكل صحية أكيد يراجع طبيبه المختص أو المعالج الفيزيائي المختص إذا عنده مشاكل أو إصابات معينة ما بالضرورة نعمل بطولات نوصل لدرجة كثير عالية من الرياضة على قليل المتابرة على لفل معين على مستوى معين من الرياضة تنكون مواظبين عليها بشكل مستمر طبعاً لأن الكل صارنا منعرف الدراسات أثبتت أهمية الرياضة بطريقة منتظمة على حياتنا اليومية الجسدية النفسية تحسين بيساعدنا على التحكم بالوزن إن كان عن طريق تخفيف الوزن أو المحافظة على الوزن إذا كنا لدينا الوزن المستالي عم يخفص الأمراض القلبية أمراض السكر اللي كتير منتشر هلأ في هذه الأيام عن طريق بسببه قلة الحركة وعم يكون بأعمار صغيرة هيدا اللي ما نخاف منه وهيدا اللي بدنا نتجنبه أكتر شيء الرياضة عم بتخفف كتير أنواع في دراسات أثبتت عم تخفف سرطان خلون أو سرطان صدر عند النساء للأشخاص اللي بيتحركوا بالنسبة لأختصاصنا الرياضة هي ضرورية للعضلات للمفاصل اللي عندهم مشاكل مفاصل أو ضعف بالعضل طبعاً الرياضة هي شيء المسالي تحتم حافظ عليها وأكيد ما بدنا ننسى أنه مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع رياضة لو ماشي هي اللي هي من أبسط الأمور نعم دكتور حسننا الصحة النفسية يعني هيدا أقل الإيمان أن الواحد يمشي له يمشي مرتين فوائد الرياضة ما تخلص دكتورة يعني فيها الكثير من الفوائد نحن شاكرين لك هذه المداخلة مداخلة الاستاذران يا إلياس من مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التهيل شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة الله يخلي إذن مستمعين نحن فاصل ومن ثم سوف نواصل فقرات برنامجنا فابقوا معنا صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة هي الحلقة الأولى في العام الجديد من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي حقيقة مستمعين هذا البرنامج يعني آثرت هيئة الصحة أن تطلقه ليكون مثل البوابة المفتوحة لاستقبال ملاحظاتكم استقبال اقتراحاتكم اللي تبغون من خلالها اتطورون في أداء القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام وحتى أيضاً أداء المرافق الخاصة والخدمات الخاصة التي تقدمها هيئة الصحة على مدار الساعة في الكثير من الإدارات أحياناً عموماً يعني عام مضى وآخر حل علينا بالخير والسعادة حقيقة مستمعين بذلت هيئة الصحة بدبي جهوداً مضنية على مستوى الفعاليات الطبية خلال العام الماضي والتي تواجدت فيها بشكل مميز بوصفها المسؤول عن الوصول إلى مجتمع صحي آمن وسعيد هذا الشعار الذي يحمله كل موظف ومسؤول في الهيئة ويعمل على تحقيقه يعني ما أبغي أبالغ إذا ما قلت إن شاء الله كل الموظفين عموماً من بين العاملين على هذا الهدف تأتي اللجنة الطبية للفعاليات الخارجية في الهيئة هذه اللجنة التي لها الكثير من المهام الجليلة والتي تجسدت حقيقة في الاحتفالات التي صارت خلال احتفالاتنا بالعام الجديد والتي يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف رئيس هذه اللجنة الأستاذ جاسم بن كلبان ليحدثنا عن مهام هذه اللجنة عن الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام حياك الله معنا أستاذ جاسم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة الله في البداية يعني نود في الحقيقة تعرف على طبيعة عمل ومهام لجنة الإشراف على الخدمات الطبية المقدمة للفعاليات التي تنظمها الجهات الخارجية نعم أخي محمود نظمه تعرف اللجنة الإشراف على الفعاليات هي أحد المجام النشطة في هذه الصحبة ومهامها هي تقديم الخدمات الطبية والرعاية الطبية للجمهور في مواقع الفعاليات على باستوى إمارة دبي وجميع الفعاليات نعم طيب متى تم إنشاء هذه اللجنة أخي جاسم والله هي اللجنة هاي تم إنشاء طويل لعمرك في سنة 2000 سنة 2000 طيب من سنة 2000 كيف تطور نشاط اللجنة لين سنة 2015 والله العظم اللجنة اللي عمرك هي دخلتها حين في 2008 مع لجنة تأمين الفعاليات نعم ومهام اللجنة على مستوى إدبيت شيء غير طيب هذه الخدمات اللي تقدمونها أخوي جاسم يعني خدمات نوعية تقدمها الهيئة في مواقع الفعاليات اقترنت حقيقة بمجموعة من منصات التتويج التي وصلت إليها الهيئة عن طريق اللجنة حدثنا عن الجوائز وعن الإنجازات اللي حققتها هذه اللجنة طبعا في 2011 في جنب جائزة برنامج بي لدى الحكومة المتميز المسروع الحكومي المشترك وفي 2015 خدنا المركز الثاني بعد في المشروع المشترك نعم طيب الآن أنا بتوجه شوية معاك لأن الفعاليات اللي صارت تغريبا مع انطلاقة السنة الجديدة كانت اللجنة لجنة الفعاليات لها دور بارز في مثل هذه الفعاليات خبرنا شو اللي صار معاكم والله أخ محمود أنت كنت موجود في موضع الحدث يعني وشت كل شيء اللي صارت لا نحن نبغي نخبر مستمعين بس بالله هي دور الهيئة كان يعني الحمد لله رب العالمين بارز في إنشاء مستشفى ميداني نعم وإستقبال الحالات طيب عموما أستاذ جاسم بن كلبان في كلمة أخيرة تبغي توجهها والله شكر نعم طيب كان معنا عبر الهاتف الأستاذ جاسم بن كلبان رئيس لجنة الفعاليات نعم شكري لك هذا التواصل حقيقة مستمعين للأمانة الفترة اللي قضيناها مع لجنة الفعاليات خلال احتفالات رأس السنة كانت هناك جهود كبيرة هذه اللجنة لتأمين الفعاليات كانت تحتوي على العديد من الأفراد من مختلف الدوائر الحكومية هنا أنا أريد أن أتوجه حقيقة بالشكر إلى الإخوان اللي في شرطة دبي من الإنقاذ الإخوان ورجال الدفاع المدني أيضا الإخوان والزملاء في سعاف دبي وأيضا للأطباء اللي تواجدوا في أرض الحدث لتأمين الفعاليات بشكل سليم جدا حقيقة يعني رأينا احترافية عالية في إدارة الأزمات من قبل مختلف الأعضاء في هذه اللجنة أيضا شفنا الكثير من الحالات اللي بالفعل يعني الواحد يقف مرفوع الرأس أمامها يرفع لهم القبعة احتراما وإجلالا وتقديرا لما قدموه من تضحيات حقيقة إن صح التعبير يعني الكل كان يسعى لتأمين هذه الفعاليات بشكل سليم الكل كان يسعى للخروج بهذه الفعاليات بشكل حقيقة يرفع الرأس ليش؟ لأن اللي شفنا شفنا احترافية عالية جدا من قبل جميع أعضاء اللجنة سواء كانوا في شرطة دبي سواء كانوا في الدفاع المدني سواء كانوا في الإسعاف وإن شاء الله ما أنسى حد سواء كانوا حتى من طباء هيئة الصحة بدبي والممرضين إن شاء الله ما كنا نسيت حد لأن يعني ما أملك حقيقة من كلمات شكر وتقدير لهؤلاء إلا أني أنا أقولهم يعطيكم ألف عافية رفعت الرأس وأيضا كان تعامل جميل جدا من قبلكم ضمن الأزمة التي شهدناها والتي كانت يعني دائما ما تعلمنا في مدرسة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد براشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي أن التحديات والأزمات هي عبارة عن فرص للنجاح وهذا اللي صار بالضبط عموما ما نتواصل معاكم أن نتعرف أكثر على التجهيزات اللي يحتويها أو تحتوي أقسام الطوارئ في هيئة الصحة بدبي بعد ما نتوقف مع فاصل قصير فأبقوا معنا صحة وسعادة للحالة المرضية فعنده شيء من كل شيء عكس أي طبيب أخصائي تاني اللي بيعرف كل شيء عن شيء واحد يعني هيك بمختصر جميل طيب دكتور نتكلم على مستوى التجهيزات في قسم الطوارئ بمستشفى راشد يا ترى شو هو مستوى التجهيزات في أقسام الطوارئ عندنا يعني التجهيزات مش بس بقسم الطوارئ نحكي عن نحية الصحة بالكامل يعني قسم الطوارئ جزء من نحية الصحة فبالطبع موجودة كل أنواع التجهيزات كل أنواع التحليل والأجهزة اللي ممكن تساعد بتشخيص حالة المريض أو حتى علاجه ودبي ما في حاجة نحكي معروفة عند كل العالم نسبقها بالحصول على أي شيء متطور وقسم الطوارئ بمشفى راشد يعني هو من أحد الأقسام لكاملة التجهيز واللي بتصور أنه ما عنده شيء بالناحية التجهيزات ناقص حتى ركز هو على العصر البشري أنه يقدر يعين ناس زواد خبرة عالية بالموضوع مش يعني قدم خدمة مميزة وكاملة جميل دكتور دكتور يعني دائما ما تقاس الأمور أو الإنجازات في أقسام الطوارئ بسرعة الاستجابة يا ترى بنسبة لسرعة الاستجابة وزمن إجراء الإسعافات اللازمة للقادمين للقسم ممكن توضح لي مقارنة مع غيرنا على المستوى المنطقة والمستوى العالمي يا ترى أنا رح بسطة أخي محمود بشكل بسيط أنه مشكلة الحالات في الحالات الطريقة مشكلة لنفس الطبيعة في حالات طريقة تطلب التدخل المباشر لما تنتظر ولا دعية لإنقاذ الحياة وفي حالات أنه ممكن تنتظر هو بحاجة لخدمة طبية يتقدم له إياها بس ممكن ينتظر غيره الانتظار مش إجباري الانتظار لأنه في عندنا مثلا بقسم الطورة بيستقبل حوالي 600 مريض بعد 550 ل600 مريض باليوم إن شاء الله على مدار الـ 24 ساعة نحن نتبع تصنيف عالمي المطرف عليها بحيث يسهل عملية تفرز المرضى نذكر بس المستمعين بهذا التصنيف دكتور بالضبط التصنيف هذا هو التصنيف إنه الحالات اللي لازم تنفحص من قبل الطبيب فورا ويتقدمنا لخدمة الفورية لأن حالتها تستدعي هيك وإي تأخر عنها ممكن يأثر على حياة البصاد الحالات اللي تنتظر شي بسيط هو حالته ممكن تدخل بأي وقت لإنها تكون حالي خطيرة جدا هذا القصف الثاني كمان منطقة بنشاف فيها خلال عشد أي في الإصابات العادية إصابات العمال بعد الحوادث السير اللي بيكونوا المريض حالته مستقرة ممكن أنه ينتظر لحدود الساعة وفي عند الحالات الغير طريقة اللي بنقدم خدمي أحيانا لمريض مريض بالضغط بيجي بيحس بمرض بيلاقي لك أنه قسم الطوارئ أنه أسهل إشي يجي عليه مع هذا وكله نحن بنفحصه بيكون حالي غير طريقة هذا ممكن أن ننتظر لحدود الساعتين نحن بخصم الحوادث بنحاول قدر الإمكان أنه تتقدم الخدمة بأسرع ما يمكن أن الطبيب عم يشتغل على طول 24 ساعة مع هذا الطباء كافي وبتصور عندنا نحن الأحصائيات اللي مأخوذة عم ناخد أحصائيات لكل مريض أي ساعة بيجي أي ساعة بتسجيل أي ساعة بفحص وأي ساعة بيأخذ العلاج وبيروح الأمور جيدة النتائج بتدل على تحسن مستمر ومنحاول أن نطور حالنا بتصير بعد الأحيان أنه بعد اللي يكون في زحمة في وقت ما أنه منستأمل أطباء مشغولين بإنقاذ حياة أشخاص ثانيين أنه أحد المرضى اللي إصابته بسيطة أنه ننتظر زيادة عن الوقت المخصص يعني هذه بتصير أحيانا أنه ما بتصير بتصير دائما نحن نقول دكتور يعني حتى بالنسبة للمرضى اللي يكونون داخلين الطوارئ وعندهم فترة انتظار طويلة فيتأكد المريض أن المسألة مش هي تخصير من الطبيب على كثر ما هو يساهم يعني بانتظار هذا حتى وهو ينتظر يساهم في إنقاذ حياة شخص آخر بالضبط بالضبط هو هدا هيك بيصير وأحيانا بعض الحالات في الطلب أنه لو أحد يطلب تحاليل أو تصاوير أو يجي أو أنه بيتطلب أنه يتحول لمريض تاني لطبيب تاني هو الطبيب المناوة بالأخصائي لأنه حالته بتستدعي مثلا دخول المستشفى الطبيب الأخصائي بيكون بجغول ممكن أن يقوم بالعمليات ممكن أن يقوم مع مريض تاني فممكن أن يصير شوية تأثير بس على كلين ما زالوا مدام المريض موجود ببيئة طبية والخدمة الطبية بتوفرها ما في خوف على حياته هو داخل المستشفى داخل القسم أحيانا على السرير أحيانا عم يطلق العلاج فعمليا مش عم ينتظر إشي تاني ممكن عم ينتظر شغلات إدارية بس لبيبر وورك أو أنه استشارة طبيب تاني بحيث أنه هذا ما بتأثر على حالته ولا بتأخر من حالته وهو تحت الإشراف المستمر بقسم الحوادث متى ما دخل المريض قسم الحوادث خلص صار تحت الإشراف الطبية يعني في عين عليه نحنا من الأجل هذا نحنا في طبيب دائما 24 ساعة موجود في منطقة الاستقبال بيساعد بعملية فرض المرضى وبيتدخل عند اللزوم وبيعيد إفراز المرضى بعد فترة إذا تغيرت حالهم فدائما على وقت اللي بتوصل سيارة الإسعاف اللي بيستقبل المريض بالسيارة هو طبيب موجود موجود دكتور يعني هاتي طبيب يعني هاتي نحنا عملناها خلال السنتين ثلاثين الماضيين بس بإنشان نخفف من الفرز الخطأ أو أنه إذا نفحص من طبيبه ممكن يتدخل ويعطي العلاج يعني الأمور جيدة أنا أعتقد هذه فكرة قيمة دكتور أنك أنت حتى استغريت موظف الاستقبال ووضع الطبيب من كان بالضبط بالضبط يعني طبيب موجود مع العناصر الطبية ومن الممردين بس موجود بمنطقة استقبال الحالات الأسعافية بالضبط وأنا شفت الطاولة يعني موجودة هناك دائما ما يكون فيه طبيب أنا استغرب حقيقة بس هذه معلومة جديدة بالنسبة لأنه هو اللي يستقبل وممكن زيادة للطبيبين في حال أنه إجانا عدد كبير من المصابين لأنه نحنا منتعرض بشيكل يومي أنه يوصل بنفس الوقت 8 سيارات أسعاف مع 8 مرضى يعني ما بدكون نحنا استقبال المريض أحصاب مريض تاني أنه تطول معاه فممكن زيادة تعطل الأطباء طيب دكتور هنا أنا أبغي أن تقلي مسألة التنسيق ما بين قسم الطوارئ والأقسام المعنية الأخرى في المستشفيات كيف تم عملية التنسيق إذا كنتم محتاجين يعني نحن بهية الصحة نحن بحكة بهية الصحة نعم في عدة مشافي المشافي إلى أختصاصات ممكن يكون فيه أختصاصات غير موجودة بمشافي تاني بس كلها بتكمل بعضها بأخيرا وليس آخرا أخيرا أنه نحن أقسام الحوادث بالهيئة مش فدوبي مش فراشد مش فلطيفة شكلنا خطة للقيام بكل الإجراءات الإسعافية لأي مريض بيدخل قسم الحوادث بشكل أنه مريض وصل على أي مشفى من المشافي عميشكي منشكه هو حالته إسعافية بتم عمل كل شي الفحص وكل التحليلات إذا كان الإختصاص مش متوفر بالمشفى نفسها في قناة اتصال بيتصل بالمشفى الثاني وبنستقبله يعني عسابين المثال مكسور أو جرح نوجد بمشفى دوبي قونه قريب طيح مشفى دوبي بتقوم بعمل كل اللازم وهذا اتفال أول شي ما كان تتصير يعمل أشعة بيأخذ مسكن بنتسبت الخسر وبيكلمنا بمشفى راشد ونحن بنستقبل المريض بالشكل هدا بيكون نحن ضمننا أنه المريض أخذ الخدمة الطبية اللازم إله كاستكمال العلاج ممكن يكمله بعضهم ففيها التعاون هذا نفس الشي بالنسبة للمشفى لطيفة إذا نعمله لازم أن نوجهه نحقه نحقه مع طبيب الأطفال ويستقبله طبيب الأطفال جميل فإنه هذه من الشغلات اللي بس نحن هذا من أحد أو أوجه التعاون أما بشكل عام التعاون كامل هلأ مثلا اليوم نحن متعاونين مع باقية المشافى لاستقبال الحالات الأسعافية مثلا انتصلت برئيس خصب الحوادث بمشفى دبي نحن عنا مثلا زحمة بالنحية المديكال بدنا يدخل المديكال للصاعة 14 لبان مرتبنا أمورنا فوافق يعني في تواصل بشكل يومي طيب الدكتور أنت ذكرت لي أن تستقبله ما بين 500 ل600 حالة يوميا صحيح طيب الآن هل مستشفى راشد عند التجهيزات الكاملة أنه يستقبل هذه الحالات يوميا يعني أنا نتصور عدد كبير جدا يعني يا ترى شو هي الأسباب هل جميع الحالات هذه محتاجة أن تتوجه إلى أقسام الطوارئ أم معظمة محتاجة معظمة معظمة بحاجة بحاجة لخدمة لخدمة طبية طارئ معظمة بحاجة لخدمة طبية بس هذه التوجهة لمشفى راشد بيدلك بشكل غير مباشر أنه الخدمة المقدمة بمشفى راشد هي خدمة مميزة وحاصة رضاء المريض أما كان راح على مشفى تاني صحيح كان راح على مشفى تاني وبالنسبة تجهيزات والإجراءات اللي موجودة بمشفى راشد قادرة أنه تشوف وتعالج مع أنه المكان شوي صغير لا موسعوا المكان وإن شاء الله يعني بتكون الأمور أريح بس قادرين نحن بقسم الحوادث أنه نشوف ستبات مريض قادرين يعني أنه عم نشوف صحيح صحيح عم نشوف أنا عم نعمل لازم بس بتليه أحيانا المريض مش راضي ممكن المريض ما يرضى عن ومش عن العلاج الطبي لأنه مبعيد عن العلاج الطبي نحن بهمنا العلاج الطبي نعم شايف كي المريض نعم نحاول اسعاده الموضوع بس يعني أرضاء المرضى الصعب تقدر تحصل بيئة بالمئة على الأرضاء لأنه ممكن يكون يعني في شعرات تانية لازم تنعمل للمريض صحيح أنا دائما ما أقول أن دائما يعني سبحان الله اللي يمتهنون هذه المهنة هم ملائكة على قدر هم ممكن يتحملون الأذى من قبل بعض العملاء لكن للأمانة دكتور يعني هي هي جهود مشكورة الفكرة اللي أنا كنت أريد أن أوصلها للمستمعين هي المسألة الخاصة بيجمع ونحن إدارة الهيئة أو الإدارة العليا يعني نينقوا جهدا عن أنه يأمنوا أي شي بيسعد المريض أو طالب الخدمة ونتمنى للجميع السلام شكرا 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 دكتور بكتور بطرس يعني رئيس قسم الطوارئ في مستشفى راشد كان يحدثنا عن مستوى التجهيزات في أقسام الطوارئ التابعة ما أدري كنا نحاول من خلال أو نحاول من خلال الحلقات القادمة أن نقدم لكم بعض المعلومات الطبية من خلال هذا البرنامج ممكن نقدمها كمعلومة ممكن نقدمها كسؤال نشارككم فيه كذلك على الحلقات فما أدري يعني يعطونا نحن الاقتراحات اللي ممكن أنتو تبغون توصلونا حقنا من خلال يعني استماعكم لأن في الأساس أنتو اللي بتطورون هذا البرنامج ونحن موجودين هنا لخدمتكم اللي حاب يعطينا الاقتراحات ممكن أن يتواصل معانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي DHA أندرسكور دبي سواء على حسابنا في تويتر أو حسابنا في انستجرام وحتى من خلال حساباتنا في الفيسبوك عموما اليوم كنا من نتكلم حقيقة عن طرق الوقاية أو معلومتنا بتكون عن طرق الوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة فيه الحقيقة هناك يعني بعض الطرق أفضل ثلاث طرق لتجنب الإصابة بالسكري هي واحد اتباع نظام غذائي صحي دائما ما يقال أن الماعدة بيت الداء فعشان شي يا جماعة الخير الواحد لازم يراعي شو الأشياء اللي بيحطها في بطنه عموما إذن أول شغلة اتباع نظام غذائي صحي اثنين ممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم يجب يجب مرة ومرتين وثلاثة وعشرة يجب ممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم طبعا هذه الشغلات ترى مبس لمرض السكري ولكن لمعظم الأمراض اللي ممكن يعني الواحد يصادف ثالث شغلة يعني تجنب تعاطي التبغ هذه ثلاث شغلات كانت ضمن معلومتنا الصحية اليوم للوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة فيه عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم معنا والشكر الجزيل للفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي والشكر الأكبر لمخرجنا في هذه الحلقة لهذه الحلقة الأستاذ عيسى سبيل ولكم مني أطيب التحايا وحتى ألقاكم غدا إن شاء الله مع حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف و مع السلامة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر